اوديو جنغل اوديو جنغل السلام عليكم حبائي وشيئونكم اخباركم شادر كل مرتاحين وكل بخير اليوم احبت ازوي لكم صلصة الي يحب الحار الي يحب البارد هذا براحتكم احنا راح نسويها شكلين شي باردة وش حادة او حارة قسم زوجي وابني يكلوها حارة او حادة انا مقدر اكلها الا حلوة او اثر حدادية عادي اكل طبعا هاي الصلصة جدا طيبة اتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال اعجابكم ان شاء الله يا ربي يعني هاي الصلصة اول شي راح طبعا عندي هاي المواد راح اشوفكم اياها عندي ثوم ثوم انتم براحتكم عندي تقريبا قطعة كبيرة عندي ثلاث طماطيات وبصليتين وواحد فلفل احمر واني عندي هم فلفل احمر ذاك المطحون يعني انا مجمداته اتشامبل مجمدة بس هذا حلو ذاك حار وليمونة وراح اخلينا شوية طرش فلفلة حادة طبعا هاي كلش حادة بس نطيها طعم كلش طايب وطبعا من انسى الملح واذا تحتاجون طبعا يعني اذا الفلفل المطحون ادكم مثل هذا الفلفل معجون الفلفلة او شو تسمو انتم اذا عدكم موحلوت بدرون اضيفون من هذا الفلفل الاحمر الحار طبعا هذا موجود موجود مدوفر بالاسواق واذا راح انتقل وياكم طبعا راح اخليها بالفرن ما راح اشوفكم اياه بالفرن لانه راح اطول عليكم الفيديو راح اخلي الطماطا والبصل والفلفل والثوم بالفرن طبعا حسي بايا اشغل عليها من فوق الى ان تستوي عندي راح اطلع واشوفكم الطريقة حبايبي واذا حبايب هاي صلصة ملتنا بعد ما صارت جاهزة هذا البصل ميشو الزوم والفلفل الاحمر والطماطا وهذه الفلفل طرش الفلفل وهذه الفلفل مثل ما قلناكم حمراء راح اخليها للحارة راح اخليها شوية معجون وانا راح اخلي الى كتشب ومنكيهات هاي بكيفكم انتم شو تحبون الضفولة بس يعني من الافظر ان ما يتخلى الابهار انا راح اخليها شوية سماء قوية البصل تنطيق طعم الحامض ونكهة طيبة وحبايب يعني من الافظل ان يكون شوية مالة هاي الخضروات تكون شوية بالمنقل تكون اضيب تعرفون طعم الدخان والريحة يعني راحة الدخان تنطيق نكهة وطعم طيب مو مثل اذا بالفرن وما يقدر يعني بالمنقل عادي بالفرن او على الطباق خم كله ترهم بس بالفرن اضبط من بالطباق لان انا جربتها على الطباق يعني تستوي بس مو مثل بالفرن وحبايب 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 وشغلنا الطباق على عين عالية وخليت الطاوة عليه راح خلي شوية من الزيت بسم الله يعني شيني ملعقتين اكل راح اضيف متل ما شوفتكم اني قطعت الخضروات هس عندي البصل مثل ما شفتم حلقات بس الباقي احاول اهرسه بسم الله بسم الله وحبايب اضيف البصل وحبايب وحبايب الى ان يباق و اضيف الثوم حتى لا اضيف الفيديو عليكم سوف اضيف الثوم بعد مصار عندي البصل في هذا الشكل سوف اضيف الثوم اللي يحب يخلي البصل ناعم يسرمه ناعم و اللي يحب يخلي حلقات سوف اضيف الثوم سوف اضيف الثوم سوف اضيف الثوم شي قليل سوف اضيف الثوم و اضيف الثوم و اضيف الثوم بعد مصار عندي هذا الشكل تشويها خفيفة للثوم لا يحتاج ثلال بصل سوف اضيف الثوم اضيف الثوم و اضيف الثوم مضيف الثوم يتحب اضيف الثوم يجب فشرة طماطا يجب فشرة طماطا يبقى فشرة محروضة اخلق بسرع الآن الحبايب أحاول أهرس المكونات أخليها تدخل شي بشي تنعم عندي يعني حتى البصل أحاول أخليها ينعم عندي وصار العفو بعد ما صار بها الشكل هذا راح أضيف خليت هنا معجون طماطا أو دبس الطماطا ملعقة ونصف بقلاس ماء تقريبا بسم الله راح أضيف عليها وهذا شيء اختياري يعني المعجون إنتم مش قد تحبوه اللي يحب يخلي مشط معجون يقدر يخلي طماطا مهروسة بس يعني ثخينة مثلا بالخلاط الليمونة أسرة ليمونة راح أضيفها بالشكل كله راح أخلط المكونات والملح راح أضيف ومثل ما قلت لكم يعني أخليها على نار هادئة مثل ما تشوفون طباخ نار هادئة كلش أخليها تجانس وتطبخ على كيف على راحته ستأخذ وقت بس راح أضيف الملح أول وفل كلها حصل الرغبة وحبايب هاي نسيت ما قلت لكم هاي الصلصة طيبة بجميع الأكلات يعني هس أنا اليوم بشاوية دجاج فسويتها ويا الدجاج المشوي ويا الكباب ويا كباب طاوة ويا المعكرونات وسباكتي كلها كلش طيبة يعني فتشي أنا قبل كم يوم سويته ويا المعكرونات يعني إن شاء الله هم أسوي لكم فيديو للمعكرونات بنفس الصلصة فتشي روعة والله يعني الطعم خيال يعني ما يشبع من نشغل ما تاكلين تحسين إنه تحترجين نوب تاكلين أكثر وواسرح أغطيها حباي وأرجع لكم بعد ما بتجهز عني بس حباي بعد مسارت عندي بهالشكل هذا طبعا قاني أخذت من عند قسم مالي الحار أو الحار رح أخلي الفلفل الأحمر مثل ما قلت لكم الحار وغالا مثل ما قلنا شي اختياري رح أغيث الفلفل مالطرشي طبعا هذا الفلفل الطرشي على كل شي خار يجب عليها طبعا من دين الوصف واختياري وانا يجب عليها السمان من دين طبعا كل شي طيب وانا هنا رح أغضل معكرو ولهذا شي اختياري وانا رح أغضل معكرو لذلك اللي لمخلية الفلفل الأحمر تقرير ان احمسه احمسه رحلها تطبخ و المواد يحدث و دعوة و اشوف ها نحن حضار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة